نقل التنظيم الدفاع المناعة حماية التجلط أول حاجة التجلط الأكسوجين المواد الغذائية المواد الغذائية تضلات وبقايا التمثيل الغذائي الدم ناقل لكل الحاجات ديت زي ما نشوفين في الصورة صورة موضحة عن طريق بتمسك في زي ما قلنا قبل كده وتاخده من وتوصله أو المختلفة في نفس الوقت بتاخد وترجعه تنظيم تنظيم الميتوليزم التمثيل الغذائي عن طريق المواد الكيميكال سابسنس اللي موجودة في الدم تنظيم الحرارة عن طريق التساع وانقباض العواية الدموية تنظيم تنظيم الفلويدز اللي موجودة في الدم بتحكم لي فعلا اللي هو لو زادت كمية الفلويدز فبالتالي بيزيد الفلويدز لو قل كمية الفلويدز زي في حالة الجفاف الديهيدريجان بيقل الفوليوم المناعة مناعة البكتيريا والفيروس والبرازايتس والفورم بوتس الكسام الغريبة طبعا الواي بروتس اللي هدور كبير جدا في عملية المناعة هي والاميونو جلوبلنز اللي هي موجودة في بلاسما آخر وظيفة من وظائف الدم اللي هي التجلط اللي هي اسم أخر اسمها هيموستيزيس لما بيحصل نزيف زي ما احنا شايفين في الصورة النزيف ده نتيجة جرح معين ممكن الجسم يفقد السلز بتاعته ففي الحالة دية الجسم محتاج ان هو يوقف يقفل مكان بتاع الجرح بها عن طريق حاجة اسمها الجلطة الجلطة دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من يعني عامل التجلط اللي احنا قلنا تلاتاتاشر عامل وذكرنا على جيب المسال الفيرونجين والبثرومبين بالاضافة الى اللي هي الصفايح بيتحدوا مع بعض ما شايفين في الصورة كده بتشترك معنا مع عشان يعملوا الاتنين مع بعض القلط 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 دية بتقفل للمكان بتاع الجرح لو بشوف الصورة الاولية كان فيه جرح الصورة التانية القلط قفلت المكان بتاع الجرح نهي موسيقى